مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم عدد جديد من برنامجكم اليومي النهار ترندينج طبعا مشاهدينا وكالعادة نستهل عدد اليوم بالهاشتاغ الأول مشاهدينا صنعت صور الحفلة السنوية لتخرج دفوعات بالأكاديمية العسكرية بشرشال الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن فخرهم وإعجابهم بجيش بلدهم طبعا وتفاعل الجزائريون مع الصور التي انتشرت على نطاق واسع وكلهم اعتزاز ولعل الصور التي خطفت قلوب الجزائريين ونالت كامل أعجابه واهتمام مهم هي تلك التي تم التقاطها لجنزيات من حرائر الجزائر حفيدات حسيبة بن بوعلي التي شاركنا في العرض العسكري وأثبتنا جدرتهن بارتداء البدل العسكرية وقدرتهن في الدفاع عن أرض المليون ونصف مليون شهيد فأغرقهم الجزائريون بتعليقات المتح والفخر رصدنا لكم البعض منها في تعليق الأول كتب وكتبت المرأة الجزائرية دائما حاضرة في جميع الميادين تعليق شرف الدين الذي كتب ما أجمل بنات وطني بالتوفيق في حياتكم المهنية تعليق ليديا أيضا التي كتبت بنات بلادي ونعتز بهم حفيدات فطيمة انسومر وحسيبة بن بوعلي والقائمة طويلة تعليق أخر الذي كتبت صفحة حركة أبناء جيش التحرير الوطني حمات الوطن حفيدكم الله ورعاكم الجزائر الشرفاء تعليق أخر التي كتبت جميلات الجزائر برافو تعليق محمد أيضا ردة مهدي الذي كتب تحية تقدير واحترام لجيشنا العظيم رجال الوطن الغالي شرفاء المجد والخلود لشهدين الأبرار عاشت الجزائر حرة أبية مشاهدين كانت هذه أبرز تعليقات بخصوص الهاشتاغ الأول ننتقل إلى الهاشتاغ أثاني سلوكيات سلبية حيث لم تأخذ الصرحة المتهم الوحيد في الحصيلة أو الحصيل الكارثية لحوادث السير المسجلة يوميا عبر طرقتنا فقد اجتمعت عديد العوامل التي تشترك فيه كونها ناتجة عن سلوكيات سلبية للسائقين مشاهد تتكرر في طرقاتنا تخرج أو تخرج فن السياق عن نطاق اللبقة مثال هذا الفيديو الذي بحوزتنا سيارة يقودها أحد السائقين والباب مفتوحة وشكلا خطر على سائقية السيارات الأخرين دون أدنى مسؤولية نتابعها معكم من عودة لتعليق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طبعا مشاهدين الكرام التعليقات رصدنا لكم أيضا البعض منها أمجان التي كتبت من الأخير السياق فن وثقافة وتربية نقطة أو السطر قولة فوزي الذي كتب هذا الناس لازم نحولهم رخصة السياق عشر سنوات أقول لازم كل مستعملية طريق ينشر هذه الظواهر اللا أخلاقية والخطيرة بالفيديو ولوحة الترقيم تعليق محمد الأمين الذي كتب لا مبالات ولا مسؤولية وعدم الإحساس بالخطر بالإضافة إلى عدم احترام الغير هذه الأشكال من بعض الأشخاص خطر على البلاد والعباد يجب محارفتهم قبل وقوع الكارثة تعليق يسين الذي كتب لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم والله يعجز اللسان عن التعبير هذه السيارة رزق من الله فهي وسيلة للتنقل وقضاء حوائج وهي سترة لك ولأهلك ولأولادك فينبغي شكر النعمة والمحافظة عليها وعدم التباهي والمشي في الأرض ونحن وعدم إذاء منهم حولك في هذا الطريق فهذا طريق عام مشترك لكل إنسان فبهذه التصرفات والسلوكيات المرفوضة قد تؤدي بنفسك وغيرك من مستعملية طريق للخطر علينا أن نتأذب ولا نطلق لأنفسنا هنا نتفعل ما خطر على هواه طبعا مشاهدين نكتفي بهذا الغدر طبعا تعليق نسيمة التي علقت يتحاسب وتعتبر جريمة مقدرة مكتوبة بصحة بتهور وسوء تصرف إسحاق الذي كتب أو أبو إسحاق كتب إن دل هذا إنما يدل على شيء واحد وهو قلة التربية مشاهدين كانت هذه أبرز التعليقات وبهذا وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج أنهار تراندينج شكرا لكم